اشياء لا يجب ان تخبر بها الناس اطلاقا الاسرار ما مفهوم كلمة سر اعتقد ان السر هو معلومة حقيقية وواضحة تملكها عدد محدود من الاشخاص وكل فرد لديه على الاقل سر خواحد وانا مدرك بان الحفاظ على الاسرار امر صعب نظرا لصعوبة مقاومة تبادل معلومات مثيرة للاهتمام حول شخص ما او شيء ما اسعى الى السماح للاشخاص المقربين فقط بمعرفة هذه الاسرار مثل العائلة على سبيل المثال انا واثق ان عائلتي لن تلجأ الى الخداع في تعاملها معي وفيما يتعلق بالاسرار احرص على اخفاء المعلومات الحساسة عن الجميع حيث لن يكون لدي راحة اذا كان من المعروف ان اهم اسراري معروفة لشخص قد يكون عدوا خالي الحياة الخاصة الحياة الخاصة امر مقدس وثمين انا لست شخصا خرافيا ولكن اعتقد ان قوة المشاعر الانسانية والعواطف يمكن ان تؤثر على حياة الخاصة فلا احد يريد ان يدان على اعماله وكلامه في الوقت الحالي عدم وعي الشباب يثير الاخرين لمناقشة وانتقاد حياتهم الخاصة واضافة الصنور والفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تجعل الملايين لديهم فرصة لمشاهدة تفاصيل حياة بعضهم البعض ثروتك هل تحب عندما يسألك الاخرون عن دخلك الخاص؟ اعتقد ان اجابتك ستكون لا هذا السؤال لا معمن له على الاطلاق ويتم طرح هذا السؤال من قبل اولئك الاشخاص الذين يحبون عدى اموال الاخرين واذا اردت ان يكون لديك دخل ثابت حاول اذا ان تكون اقل تبجحا فالناس في كثير من الاحيان لا يمكنهما للتغلب على شعور عميق من الحسد عندما يرون ثراء شخص ما والحسد الخبيث يمكنه ان يمارس تأثيرا سلبيان خى كبيرا على حياتك قلبك قلب الانسان هو شيء ضعيف جدا خى فقط كلمة واحدة مهملة او عمل ما يمكن ان يضره بجدية فيجب ان تكون حذرا عندما تتكلم مع اشخاص اخرين ورغبتك في سكب روحك يمكن ان تساعدك على التخلص من السلبية وتمنحك القوة والالهام للعيش ولكن يمكن لاعدائك التعرف على جميع نقاط ضعفك وشقائك فارجو ان تدرك ان هذا ليس جيدا نظرا لما سينتج عنه ويمكن ان يكون هناك شك في ان خصومك لن يجد فرصة لفرق الملح في جروحك وجعل حياتك اكثر صعوبة كل شخص في العالم لديه بعض الاهداف والاحلام والخطط والعديد من الشخصيات التواصلية يتوهمون مناقشة احلامهم واهدافهم المستقبلية مع اشخاص لا يعرفونهم لماذا تخبر شخصا بما تحلم به وما تهدف اليه؟ ربما عليك محاولة الوصول لاهدافك بدلا من مشاركتها مع الاخرين التواصل مع الناس امر جيد ولكن له مزاياه وعيوبه وللأسف هناك العديد من الشخصيات الماكرة التي تطعنك في ظهرك في اقرب فرصة ممكنة والعقلاء لا يعطون الفرصة لاعدائهم بل يستمرون في حياتهم في السر ويتجنبون الاحاديث الجيدة مع الاشخاص الذين لا يعرفونهم ولا يثقون فيهم والآن اخبرنا هل تبقي حياتك الخاصة في السر؟ وما هي الاشياء الاخرى التي ينبغي ان نحافظ عليها؟ شاركونا بافكاركم